ومين اللي ما عبادوش اللي ما عبادش لحد دلوقتي كابتن اهاب جلال وكابتن ايمان حافظ لانه ما جاش قرار مجلس ادارة تبتكلم كابتن اهاب جلال ردبه الصافي 650 الف جنيه كابتن اهاب واخد مليون 800 الف جنيه مقدم يعني ثلاث شهور شوفو انك كابتن اهاب بقالوا دي يا جماعة ماسيك نادي الزمالك كابتن ايمان حافظ مدير الكورة ردبه الصافي 145 الف جنيه مدير الكورة حصل على ثلاث شهور مقدم تعاقد كابتن ايمان قدم ورقة لللجنة المالية بس ولا فيها امضة من اي حد يعني ورقة متقدمة كده فاللجنة اعتلك انا مقدرش اصرف المبالغ دي من غير ما يعني جماعة معطمة ده بس بشكل كويس دول بس اللي ما صرفوش مرتبة يعني الكابتن اهاب من 6 يناير بقاله ثلاث شهور يعني حتى لو كده هو واخد مقدم ثلاث شهور اللجنة اشتركوا في القناة